مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة والتي نخصصها بعنوان لماذا اهتم اعلام عسكر الصليف في مصر بأنف حرية فرغلي ولم يهتم بمغزرة المسلمين في خان شيخون في سوريا الاعلام المصر الفترة الماضية مش اعلام المصر لأن احنا كشعب مصر مسلم ليس لنا اعلام دي كلها قناوات يتبع للكنيسة يتبع لمردوخ اليهودي ووليد ابن طلال ظاهرة له او محمد الامين او سويرس الصليبي المهم هي كلها في الاخر قنوات تضار من قبل اليهود والصهينة والمسونين والصليبيين وليس احنا هذا اعلام لا يخصنا كل القهوات الاسلامية تم اغلاقها في مصر كما تعلمون وانا اتابع هذه القنوات وجدت القضية الشاغلة الشاغلة لهم والمسلمون يقتلون في خان شيخون انفح حرية فرغالي مين بقى حرية فرغالي مكنت شعب حرية فرغالي لين اصلا بقى لو كنت باسمع مسلسلات ولا افلام ولا كلام من هذا القبيل يعني مين بقى حرية فرغالي قالك دي ممثلة ومنخرة انقصة طب منخرة تنكسر ولا تولع ولا في ستين ده يخلىها التوب بقى وترجع لربنا وتفتكر بقى لا فمن بين الامور فطبع ليه كل القنوات منصدفة حرية فرغالي تتكلم على انفك حرية فرغالي ابو لاهب لم يقاتل المسلمين على فكرة اولا بغزب باد رفض يشارل لانه كان يحب المال يعني هو كان بس يعمل كده يعني اي مهم فابو لاهب كان دوره هو وزير اعلام كفار رايش عارف انت في الواترة المكية كان من وزير الحربية في عقل المسلمين حمزة بن عبد المطالب عام الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان وزير الحربية ومين بقى كان وزير اعلام الكفار ابو لاهب ابو لاهب كان عام رسول يعني هو واحد كان عام رسول ابو وزير اعلام الكفار ضد المسلمين والمهم فكلهم قاعدين يناقشوا انف طب ما فيه انوف وناس بتقتل المسلمين في سوريا وكذا لا انما ايه بقى المسألة حتى لقيت عمر قديم مصر يعاكس حرية فرغالي هي مش جميلة وده حاجة متعبهاش يعني لان انا كنت جميل ولا مش جميل دي خرقة بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني وحدش كذا لكن هو يريد انه يسير شهوات المسلمين واحد يقول له يا حرية ما فيش ايه ما بتروح مكانه تتعاكسي وطبع انت ما تشوف المنظر البت تتعاكس ايه هي طبعا لابسة نبسة ويسخ ونبسة حقير التعاكس مين يا عم الحج ده ممكن يعاكسه انا ومعاكساش هي يعني تكلم في عم الحج ممكن يعني مش عايزه لك عكس عمر ادي دي بقى الواحد ما شوفه اصلا ده راجل تقتره من سنانه الدماغ ولا عاده بالله تقول له لا بس يعني اكيد بيتعاكسي لا مش عارف تقوله لا ما بتحكسي ده مرح مكان بيسهوله ويمشي لانه دي عرضا يعني اعلام عسكر الصليب يحاول انه يخلق من النساء الفجرات او الدائرات يخلق منهن نجوما يعني مثلا واحد زي نانسى عجرم انا اشوفتها الطبيعة يعني نانسى عجرم نانسى عجرم ديت لو مشت في العتبة في سوق العتبة اقسم بالله العظيم ثلاثة ولا في واحدها يعكسه اقسم بعز الجلال الله ولا واحدة يبصره ولا واحد يعرف نانسى عجرم كان ايامها بقى نانسى عجرم ديت اول ما طلقت كان قدريبا 2000-2002 حيه زي كده يعني الاهواز كله نانسى عجرم صاروخ نانسى عجرم وبعدين تلاقي بقى صاف ينقص صاروخ صاف ينقص وطبعا بعد كده تضح ان كله مساحيق يعني العال يعني حتى من يقول الله يلعنكو يا عسكر يا رب الله كل حاجة في حياة العسكر مخشوش حتى الممثلات بتوعتهم مخشوشين مخشوش هاي يعني تعرف هما لو جايبين ممثلة جميلة انها هما جايبين واحدة في الاخر كلها بلاستيك ولا متنوع علي اللي جايبينها ولا كذا والنجمة فلان زي الصباح كده ويسرى مش عارف مين كان دينا الرقاصة وده نما شفتها كنت نفح كامل جنوب القاهرة وكايت راح تشهل عشان قدرت حسنة قبل فتوح رجل الاعمال وبعدين انا داخل المحكمة فانقيت لما زحمة امام بقى مكتب رئيس المحكمة كان رأيت شرطة تقريبا المسيح يسمو حاجة ايميل ولا المهم فانا دخلت فانا ليه تابعا زحمة صحفة بقى الصحفة مهميته ايه ان يستقسل معلومات ويقعرف ايه يعني الصحفة يخش كده يهد ايه يشوف كل ايه الموضوع جمع اخبار فدخلت في الزحمة دي بقول له في ايه وبوسع بأيديه عشان اشوف في ايه يعني انا ما عنديه الصبر التلافف ان انا انتظر وهم يجاوبون لا انا بدخل بنفس اشوف بكذا على مهم هما يجاوبون دخل فوصلتوا الى ايه الى المكان الداخل المكتب وتجوزت في عشود الجماعات دي كلها ودخلت المكتب اللي ايه الحرس ابص بقى يا عم الحج فبص من اتشي حاجة يعني الوضع عادي فبصيت للاعاية ايه ابني في ايه انت هوه ايه ابني في ايه 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 ابني في ايه 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 اي وصابحة دي مجيش يعني ربنا يدينا وغزنا يعني عظم كده عارف انت كأنه عود قطن عود قطن كده مشاعر والورق بتاعه سقط وناشف عاجة مشاعرها كده توعد عنا كده فأنا بسط لها كده لا حول ولا قوة انا جاي لصدمة والله العظيم لا حول ولا قوة دي لدينا اللي قاعدين يقولوا للشاهد عليها ودنا الرقاصة راحت ودنا رقاصة جات ودنا مش عارف ايه ودنا في القضائيات ودنا مش عارف ايه ودنا في الافرع فهدف اعلام عسكر الصليب انه كل فترة يفتن المسلمين في دي لدي ايه اللي حق دينا الرقاصة؟ صفي ناس مش عايفة صفي ناس ام صفي ناس؟ خلت صف ناس ايه 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 نردع للموضوع ليه بقى ايه حريه فارغالي اهم عند عمر اديب وح مجموزة وعوكشة وكذا من قتل المسلمين في خانشاي هو لأن هذا الإعلام يا سادة إعلام كل قدرته وتمويله رأسا ليس من عسكر الصليب عسكر الصليب داخل كمتداخل في الخط لكن النصارى واليهود بشكل أساسي فهم يفرضون قضايا تافهة شو ماكف مش عاوز أقول الله المهام يفرضون قضايا تافهة على المسلمين وكلام تافه أنا أقام في حرافة غالي مش عارف مين إيه بينما القضايا الأساسية للمسلمين يجري التعمية عليه ولذلك لما تجد ترجع للإعلام في مصر من عهد الاحتلال البريطاني حتى يومنا هذا باستثناء فترة ما بعد ثورة 25 ناير بدأ أن يبقى فيه صوت للمسلمين الشعب المصر المسلم تجد أن إعلام عسكر الصليب دائما مع الإنجليز ضد المسلمين وكان يشو محمد عربت مع الإنجليز ويشتوه في المسلمين مع الإنجليز ويشتوه في مصطفى كامل المسلم ضد مع الإنجليز ويشتوه في الشعب المصر المسلم مع الإنجليز ويشتوه في الفتركية المسلمة مع الإنجليز ويشتوه في الدولة المسلمة مع الروس والإنجليز هو إعلام صليبي محارب لله والرسول من يوم من أشآته يعني بسلسنة السنوات الأولى بس بردو ما هي الأهرام من اللي أنشأها كانوا صليبيين والأخبار اليوم من اللي أنشأها المخابرات الأمريكية ودر الهلالة والمجلة المصومين اللي أنشأها الصليبيين أيضا وذلك قلت المجلات والصحف اللي أنشأها الصليبيين استمر لكن الصحف اللي أنشأها المسلمون في عهد الخدو إسماعيل ما فيه هات لصحف إسلامية استمرت كلها تغلق لكن الأهرام لها أقدم صحيفة مصرية لأنها أنشأها الصليبيون ثم سيطر عليها عسكر الصليبي وعسكر الصليبي كانوا سيطار للنشاط اليهود السهيوني من خلال الشعيين أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت ونعرف أننا الإعلام في العالم العربي إعلام مزيف إعلام يدار من قبل الماسونية العالمية من قبل التحالف السهيو صليبي نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته